تعالوا نشوف مع حضراتك ووزارة الداخلية يعني شيعت وأقامت جنازة عسكرية لشهداء الشرطة الشهداء اللي سقطوا غدراً وقتلوا واستشهدوا غيلةً وغدراً زي ما بيقولوا في حادث مدينة نصر جنازة عسكرية كان متقدم فيها الواء مبدي عبدالغفار وزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تعالوا نشوف جانب من هذه الجنازة اشتركوا في القناة اتمنى ربنا أن يقبلهم الشهداء لأنه إذا ربنا قابلهم الشهداء يبقى هو فاوز عظيم احنا قسرين هو اللي فايز اللي شفته في ابني ده بقوله انت باطل يا عيمن انت باطل انت باطل يا عيمن وشوفوا اللي مكتوب عليه ايه في سبوك وانتا تعرفوا ابني ده شكله ايه يا رب ربنا يرحمهم ويرحم الشهداء كلهم يا رب العالمين ويكونوا في الجنة ان شاء الله وده هو قضاء وقدر ونعمل ايه منهم لله انخاونة منهم لله ان شاء الله وحي تقضي عليهم بإذن الله نطمن أسر الشهداء زميلهم في وزارة الداخلية جميعا مصممين على أقس حقهم احنا نفضل صهرانين وهنفضل بنتعب مش هاد الناس تعيش في أمان ومهما كان ومهما حصل مش هندعف عبد ان شاء الله الحقيقة يعني لا نملك ان نقول لأي حاجة غير البقاء لله وان شاء الله يكونوا عند ربنا شهداء وان احنا لازم نفتكرهم وان دموهم مرة تانية مش هيروح حضر ترجمة نانسي قنقر